هذه كلمة وباء أستاذ عبد الرزاق لو تمعنا ونظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها باسمها يعني حتى كلمة وباء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال غط الإناء وهذا أمر توجيه للأمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام غط الإناء وَأَوْكِ أُسِّقَ غَطُّوا الْإِنَاء يعني الأواني تع البيت حتى ولو تكون فارغة غطيها ما تخليهاش مفتوحة ما تخليهاش عريانة ضع لها غطاء غطاء أو حطها على فمها يعني ما تخليهاش عريانة وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما أثبته العلم الحديث يقول غطوا الإناء إلا كان إنسا مثلا حط الأواني تعه مرأة مثلا إلا ما عندهاش وين تخبيهم ولا تغطيهم تدير عليهم مزار تغطوا الإناء وَأَوْكِ أُسِّقَ السِّقَاء بكري كانت الغربة تعالما الآن مثلا كان قرعة تعالزوجاج قرعة تعالما مثلا ما تخليهاش مفتوحة أغلقها أوكي أُو الويكاء هو الخيط اللي يحزموا به نعم نطع القربة نعم نطع القربة وَأَوْكِ أُسِّقَاء فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ نعم ينزل فيها وباء في العام كين وباء ينزل في العام اللهم صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءُ وَلَا سِقَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءُ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم الله أكبر الآن أستاذ عبد الرزاق شوف حتى الأطباء والمختصين في علم الأوبئة والفيروسات يقولون أنه كين أمراض موسمية كين أوبئة موسمية عندها موسم تجي فيه مرض الحصبة مرض التيفوئيد مرض الكوليرامة عندها موسمية النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في العام كينة ليلة ينزل فيها الوباء وأرشدنا إلى ما يسمى بالطب الوقائي هذا يسموه الطب الوقائي يعني إحنا نقوله واحد الكلمة نقولها يعرفها الناس جميع يعني يقولك الوقاية خير من العلاج النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الوقاية فكلامه كله خير كله بركة كله رحمة